موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجزو الأخبار من قناة سهيل أهلا بكم أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبد المجلي أن أبطال الجيش حققوا انتصارات كبيرة في مختلف الجبهات وتمكنوا من دحل ميليشيا الحوث الإنقلابية بدعم وإسنال من رجال القبائل وطيران التحالف وأوضح العميد مجلي في تصريح لسبتمبر نيت أن قوات الجيش احرزت تقدمات وانتصارات كبيرة في ظل الانتقال الكبير في سير المعارك والتحول من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم في جبهة مختلفة وقال مجلي أن أبطال الجيش في جبهة قانيا بمحافظة البيضاء سيطروا على العديد من المواقع المهمة منها مواقع تباب السود والخدار وسط انهيار كبير للميليشيات كما نفذ الجيش في جبهة فضحة وناطع هجوما واسعا وتمكن من السيطرة على عدد من المواقع أهمها جبل وشعاب لبان ومفرق عشار وتحرير تبتي القائد والغدير وفي محافظة الجو فأوضح العميد مجلي أن الجيش شن هجوما كاسحا من عدة اتجاهات على مواقع العدو في اللبنات والجدافر والأقشع وتم خلالها استعادت منطقة اللبنات كاملة ومواصلة التقدم باتجاه مدينة الحزم وتزامن ذلك مع تواصل المعارك في مناطق المهاشمة واليتمة والوجف وبرط العنان شنت قوات الجيش الوطني مسنودة برجاء القبائل فجر اليوم هجوما على ميليشي الحوث الانقلابية شرق مديرية الحزم بمحافظة الجوف وقال مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني نفذت عملية عسكرية واسعة ومبغيثة من محورين الكنايس والندر تمكنت خلالها من اقتحام عسكر اللبنات الاستراتيجي والسيطرة الكاملة عليه وتطهيره من عناصر الميليشيات من جهة والتقدم في سلسلة جبال الندر وصولا إلى جبال الجدافر والأقشع والبرى الشرق الحزم وأشار المصدر إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل العشرات من عناصر الميليشيات الانقلابية وأسر آخرين تجددت المواجهات بين القوات المشتركة وميليشي الحوثي في جباهات الحديدة وقالت مصادر عسكرية بأن القوات المشتركة أحبطت هجوما على مواقعها باتجاه قرية الحلة شمال غربي مديرية حيس تكبدت فيه الميليشي قتلى وجرحى وكرى المصدر إلى تنقل اللواء الحادي عشر عماليقا لكسر هجوم آخر للحوثيين بالقرب من متلة العدين شمال مديرية حيس حقب اشتراكات عنيفة وألحق خسائر فاجحة بالميليشيات في الأرواح والعساب دم السفر الأمريكي في اليمن كريستوفر هنزل إطلاق الحوثيين للصواريخ وقذائف الهاون على مدينة تاعس في الخامس من أبريل والتي أصابت قسم النساف السجن المركزي ما أدى إلى استشهاد وجرح العديد من الضحايا وقالت السفر الأمريكية في منشور لها على فيسبوك إن العمل الاستفزازي والتصعيدي من قبل الحوثيين في اليمن يجب أن يتوقف طالبت منظمة العفو الدولية بإطلاق سراح جميع المختطفين والمعتقلين في اليمن بمن فيهم سجناء الرأي وأكدت المنظمة في تغريدات لها على تويتر أن تعريب المختطفين وحرمانهم من الرعاية الصحية يجعلهم عرض لخطر الأصابة بوباء كورونا وعبرت منظمة العفو الدولية عن صدمتها لهجوم ميليشيا الحوثي على سجن تاعز المركزي الذي أدى لاستشهاد ست سينات وطفلة وإصابة أخريات أكدت تحالف الوطني إلى أحزاب والقوى السياسية بمحافظة تاعز أن أي خروج على مؤسسات الدولة أو تواجد لميليشيا توقع عسكرية فيها خارج مظلة مؤسسات الشرعية الدستورية مرفوض وغير مقبول وسيقاومه أبناء تاعز بكل قوة واقتدار وأشار بيان التحالف إلى أن أي استغلال لحاجة أبناء تاعز في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المحافظة من قبل أي طرف محلي أو إقليمي لحلق كيانات أو ميليشيات خارج سلطة الدولة لا يمكن القبول به لقيامة لا يقل عن أربعين حوثيان مصرعهم ووصيب العشرات ثلاثة عملية نوعية نفذتها قوات الجيش الوطني في جبهتي الملاجم وناطع شمال البيضاء وقال قائد محوى البيحان قائد اللواء 26 مشاه اللواء الركم مفرح بحيبح إن قوات الجيش تمكنت من تحرير جبال الغدير والوليد والقائد غرب سلسلة جبال البيض في جبهة الملاجم وإيضا تحرير شعاب عشار في جبهة عطاع نات الموجز دمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة